نسعد باستضافة أسامة هذا الصباح في فلاتو قناة النهار أسامة صباح الخير وهنا بك صباح النور مرحبا بك أختي سميرة شكرا لتلبيت الدعوة إذن ربما في البداية أسامة وقبل الحديث عن رياضة Streetwork Workout حبذا لو تقدم نفسك للمشاهدين من هو أسامة أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكرا لله تمت استضافتي في قناة النهار تيفي أنا اسمي العنق أسامة ابن مدينة القرارة ولاية غردية هاوي رياضة Streetworkout نعم جيد الآن حكينا على بدايتك في ممارسة هذه الرياضة يعني أنا بديت في عام 2018 بديت نخدم يعني ما بديتش يعني بالحركات شبه جنبازية يعني هذه يسموها حركات شبه جنبازية أصلها في الشارع أنا بديت شغل بديت يعني بديت نخدم بالعضلات نخدم بالصحة ديالي برك نخدم غير الكور ديالي برك دا ما كان اسمي بعدها في 2019 الحمد لله قلعت في اختصاص ديناميك في اختصاص فريستايل يعني لقاطات شبه جنبازية الشارع يعني فيها تشابه بين الجنباز وال نعم هي حركات جنبازية أصلها في الشارع يعني مشي يعني حركات جنباز أصلها اسم جنباز اوفيسيال مشي ديريكت نعم حكينا الآن على رياضة Streetworkout ما هي بضبط هي حركات تعتمد على اللياق البدنية أولا وثانيا هي تعتمد على الجهد تعتمد على الجهد يعني على الجهد ما راح تلقى بك ماليش بالعقلة تعتمد على الجهد تعتمد على اللياق البدنية وتعتمد على الخفاء نعم تعتمد على العضلات العضلات نعم هي كان اختصاصات في الرياضة هذه كان اختصاص كالستينيكس كان اختصاص Streetlifting كان اختصاص Dynamic Streetworkout Streetworkout هي الديناميك بل الديناميك يعني فيها الفريستايل والستاتيك نعم هي الفريستايل لقطات جنبازية والستاتيك حركات ثابتة نعم انت تخصص تاك؟ أنا التخصص تاعي الديناميك فريستايل استاتيك هي حركات جيباشون بسيئة نعم نخدم شوية كالستينيكس باش نحكم روحي يعني باش نربي الخفاء باش نطلع على الخفاء باش نحكم روحي باش نحكم الكور ديالي باش هي الكالستينيكس هي اللي تعاونني في الاختصاص الديناميك طيب ربما وين تعلمت هذا الرياضة يعني ممارست هذا الرياضة بالضبط وهل عندك فريق ولا؟ في اولا Lastly بديت مع جمعة يعني لم كوناش عندنا فريق كنانا نخضمه عادي يعني كانت هواية وكانت هواية نعم كنا نخدمه عادي لكنيه لكن commencé لقد وجدت أصحابي يمارسوا هذه الرياضة ولم يمارسوا اللقاطات كما يمارسانها يمارسوا غير إختصاص كاليستينيك يعني بعد رحت هنا في النهار الأول دوز يام تراز يام يعني كنت غير نقعد نتفرج برك وغير نتفرج يعني نشوف وندي الإكسبرينس باش نبدأ نتعلم غير بشوية ونبعد غير بشوية بديت نعلق في البارة ونبديت تغير بشوية 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 حتى نجبت عام كمبلي عام 2018 جبت غير كاليستينيكس برا إختصاص كاليستينيكس يعني شفنا اللقاطات يعني شفنا اللقاطات يعني محترف نعم نعم هي كي بدينا في اللقاطات هي كل تخصص عنده الأدوات دياله عنده المطريال دياله يعني كمالكاليستينيكس عندها الديبس عندها البارة على الفوق عندها البارة صغيرة عندها أنواع البار والاختصاص فريستايل عندها بارة طويلة كم أخذ منها عندها بارة طويلة يعني هاد الكبديتان اللقاطات ما كانش عندنا البارة طويلة هذيك لتساعدني باش نخدم اللقاطات تعالي احتراف يعني كنت نخدم اللقاطات في البارة تعاليستينيكس جاية صغيرة يعني تعلمت وحدك كنت وحدة كنت وحدة كنت وحدة نخدم غير في البداية كنت وحدة نخدم فريستايل بارك في البلاد يعني ما محال ينضك على مستوى إليت غردايا نخدم اختصاص ديناميك وحدة غيرنا بارك مازال يعني رغم دواج مع صغار مازال يعني مازال مطلواش رغم يتعلموا غير بشوية مازال يعني نوقف معهم غير بشوية رغم يتعلموا لماذا ستريت ورك اوت بالضبط وليس رياضة أخرى يعني هل هناك أحد شجاعك ربما من الأصدقاء أو فرد من العائلة يعني أنا في 2012 بديت في رياضة الأكروبيت الكبورة يعني بديت كي كنت صغير وبعد كل حق 2018 يعني الحمد لله جبت روحي مع القبورة الصح هذه رياضة معروفة صح ما كانش دعم ما كانش دعم ولقيت يعني بزاف ناس بزاف شباب يمارسوها وأنا يعني قلت نبدل اختصاص ديالي أنا قلت نخدم نخدم اختصاص ما كانش دعم في البلاد يعني ندخل في رياضة ما كانش دعم في البلاد مدابية أنا ندخلها في البلاد مدابية أنا ندخلها على مستوى ولاية غردية يعني كانت يعني كان يمارسوها في الشرق والغرب والجنوب غير شوية مسح وليت غردية ما كانش أي قلت ندخلها في البلاد يعني أنا نمارسوها أي خلاص تجنبت يعني تجنبت القبور الأكروبايت تجنبتها يدرتها يعني يعني خدمها غزية ضبر والأساس هي نعم هل شاركت في منافسات محليزة أو غيرها؟ نعم شاركت في 18 مارس 2023 شاركت في بلادية الأخضارية وليت البويرة شاركت يعني ماكلاسيتش يعني في الدرجة الأولى تحت بعد ماكلاسيتش يعني عندي كما الفريستايل استاتيك أنا متوق شوية الحمد لله في جاي بروحي في الفريستايل بس النفو تع استاتيك ما عنديش منزل يعني ناقص شوية فيه هما في المسابقة في المسابقة يعتمدوا على الاستاتيك كثير من فريستايل أنا استاتيك ناقص شوية فيه علابيها تحت على الدرجة الأولى أنا كنت غير شاركة غير فريستايل أنا كيراحت الاستاتيك بلوقيت بعد ساي يعني حبست يعني نفهم من كلامك أنه ممارستك لهذه رياضة ليس فقط مجرد هواية وشغف تعني عندك أهدافك حد تلحق لها في الستريت وورك اوت نعم يعني ما دابينا ما دابينا نحنا الدعم ما دابينا باش نلاحقوا الهدف ديالنا نحنا خصنا الفيديارالي يا برك نحنا خصنا الرابطة مع الدولة يعني هي بقلعة من الروس هي الرياضة هادي بدأت من روسيا حتى انتشرت في العالم قاع و بعد دخلت في الزائر كما البلاد المجاورة بلاد المجاورة يعني عندهم قاع رابطة عندهم كما المغرب المروك وتونس ومصر وليبيا قاع عندهم البلد المجاورة قاع عندهم رابطة قاع قاع مام البلد الأخرى عندهم رابطة يعني لازم حنا حصنا الفيديارالية رابطة باش نقدرو نشاركو في مسابقات عالمية يعني كنروح نشاركو في مسابقات عالمية يشرطونا يقولونا لازم رابطة لازم رابطة مع الدولة يعني مكانش رابطة حاليا في الجزائر؟ لا مكانش المسابقات اللي رغم يقوموا دوكا في الوطن يعني مسابقات نديروها كما احنا نديروها غير بيناتنا برك بريفي برك كشغل كخاص نعم جيد ربما ما هي الصعوبات اللي يتوجهوها خلال التملينات؟ بما انو ما فيش رابطة يعني ما فيش حتى انتخينر ما ايه قالونا شاركو علينا الدولة قالونا لازم تأسسوا ثمانية وثلاثين جمعية قالونا تأسسوا ثمانية وثلاثين جمعية باش نديرو رابطة احنا من نجمناش يعني ما نجموش نأسسوا ثمانية وثلاثين جمعية احنا المكسيمو المكسيمو أسسنا عشرة جمعية تبرا ما زال خصطنا واحد الثمانية وثلاثين جمعية ما ما قدرناش بعد صايي ما قدرناش وش هي الصعوبات اللي تلقيتوها في الميدان؟ اصلا الدعم بركة دمك الادوات المطريال كمال المطريال الحديد غالي بزاف يعني مكلف مديا مكلف مديا معا مكلف مديا احنا نشاركو غير بشوية حط شوية 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 الحمد لله يعني خدمنا المطريال اللي يساعدنا احنا بعد لكن هل توصلت مع ربما مع السلطة المعنية مثلا وزارة رياضة وشباب؟ ما توصلناش يعني حاليا انا أنا انعتمد على روحي يا بركة کنت انعتمد على روحي يعني قلت يعني مانتكلش على أي واحد يعني كنت نتحرك انا وحد يا بركة كنت نتحرك انا وجماعي الحمدالله يعونوني جماعي شوية غير با شوية كنا نتحرك وغير واحدنا وقلوا اي نتحركو وحدنا نقال انا نقاسو اهداء المطرية نقاسو الد imbalance وس Digital udt Weed an Khanallaha on barlaha طيب هل هناك تشجع من العائلة لا أنا ما شجعكش في ممارسة شي تورك أوت لا شجعوني غير بالله هذا الرابر ما ليش ربما الآن نتحدث عليك أسامة وككل رياضي عندك أكيد طموحات وأهدافك حب تلحق لها أنا باغي باغي يعني لنطلع المستوى ديالي مازال يعني خصني المستوى عصداتك مازال باغي نطلعو يعني باغي نطلعو يعني الحمد لله راني جاي بروحي في الفريستايل باغي نطلع مستوى تعصداتك ولماذا لا ربما المشاركة في منافسات عالمية أيضا منافسات عالمية فيما قلت لك لازم رابطة لازم رابطة مع الدولاء باش نشاركوا في منافسات عالمية في القيمة يقوموها وقيلة كل عام كل عام يقوموها في روسيا نا يقوموها في روسيا كل مرة يعني مرة في العام برك طلعا ستريت وورك أوت يعني رياضة عرفت انتشار كبير في عدة بلدان أيضا نعم عربية وأجنبية الآن ربما ما هي مشاريعك المستقبل يا سنة مشاريعي أنه تؤسس جمعيات ونبدأوا نشره في هذه الرياضة بدأوا الناس يعرفوها بس كوكاينين بزاف ما ناس ما يعرفوها يعني يسقسون عليها وقولوا لي وشها هي ستريت ووكاوت يعني بدأوا نفهم ونفهم وما زال ما يفهموش يعني مدابيا نأسسوا جمعيات و يعني باش يدخلوا الدراري صغار باش يتعلموا باش المستقبل ما يدعش نعم هل هناك ربما إقبال على هذه الرياضة في غردايا لا ما زال يعني هل هناك شباب يحوسوا أنهم يمرسوا هذه الرياضة كاينين شوي يحوسوا بصح يستنوا الدعم يعني نقولهم ما تستنواش الدعم تعتمد على روحك يعني حاول تعتمد على روحك وبدأ تخدم تكلم على ربي وبدأ يخدم بدأ يخدم يعني بالشي اللي يراك فيه نعم ربما ما هي النصيحة أو الرسالة التي توجهها للشباب اللي يحبوا هذا النوع من الرياضة نصيحة لهم هي أنه يعتمد على روحك أولا وحاول ما تستسلمش حاول تحارب حاول تحارب حاول جاهد حاول ما تفشلش ولفشلت مرة عود نوض تحت عود نوض هذه هي طريق النجاح نعم ربما نصيحة ل يعني حتى أنهم يطلعوا المستوى تحهم في هذه الرياضة هي لازم يحارب لازم يجاهد باش يطلع على المستوى ديالو باش يكسب متابعين باش يكسب كيمانا الحمدلله نعم جيد الآن ربما في الأخير كلمة ختمزة أو رسالة كحبت وجهها أنا خصنا رابطة بركة خصنا رابطة خصنا الدعم خصنا الدعم من وزارة الشباب والرياضة خصنا هذا ما كان خصنا غير الجمعيات خصنا غير الدعم بركة باش يعني باش تنتاشر هاد الرياضة يعني نبقى غير نخدم غير حنا بيناتنا بيناتنا ما تنتاشرش يعني ما يعرفواش الناس بزاف معنيش إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك أسامة وحض موفق لك إذن شكرا لك إذن مشاهدين نعود لمواصلة هذا الموعد